مسأسل إلا أنا حكاية حكايتي مع الزمان أحداث الحلقة الثالثة اللي بتبدأ بقى لأكل العيلة على مرفت يا ترى راحت فين عمالين بيدوروا عليها بيتصلوا بيها مفيش رد الكل لها الآن بتبعت لهم رسالة صوتية وبتقول لهم أنا بعت علشان ما تأثروش علي وعلى قراري كالعادة وارجع تاني لأموكو أنا خلاص قررت إن أنا حتطلق وهو ده الحل النهائي عندي وبعدت علشان خاطر محدش يأثر علي ولو ما طلقنيش أنا هعرف أتطلق منه زي وبترجع مرفت لبيت العيلة وبتنظف البيت علشان تبدأ تقعد فيه صارة بتروح لأحد الشيوخ وبتتكلم معاه في موضوع الإقاد إنها عايزة تجهد البيب للبطنها ولما سألها ليه للسبب بترد وبتقول علشان خاطر هي وجوزها فيه مشاكل وممكن يسيبه بعض في أي وقت لكنه بيقولها أنت ما تعرفيش الدنيا فيها إيه ولا تعرف الولد ده هيبقى اسمه إيه ولا هيشتغل إيه ولا أي حاجة عنه ولا تعرف الظروب فليه عايزة تجهده بترد وبتقول إن هي كانت أرد قبل كده إن طالما ما فوش روح ممكن أن هي تجهده لكن بيقولها دي الأسباب تانية يعني لو هو مثلا هيتولد مشوه أو حتى أنت مريضة تقدر أنك أنت تجهده لكن دلوقتي لأ وبيحاول أنه هو يتكلم معاه ويهديها علشان ما تجهدش الطفل خالد بيطلق من شريف أهولاء للعربية بيقوله ما شفتوش وبيدور ونظرات خالد لولاء دايما بيبصوا البعض وطبعا شريف ولا هو هنا أما بالنسبة لعزيز فبيروح للبيت بتاع أم ميرفت علشان خاطر طبعا يكلم معاها وبيقولها دي نجيت لك أهو يلا ليه مهدومك وتعالي مش دا اللي أنت عايزاه أريد له أنا كنت فاكراك جاية صالحني وفعلا أريد الكلام إن أنا كتبته وإنك فعلا مقدرني لكن للأسف مفيش فايدة فيك أنا مصر على الطلاق وكمان ححفظ الباقي من كرمتي وابقتش خلاص عايز أعيش في زل والقل تيما بتقوله عزيز أنت فتحت الأجندة أردت اللي فيها ولا رمتها زي ما رمي بتقوله قريت الورق بتاعي اللي أنا سايبه لك يا عزيز قريت المذكرات لكن بيقولها ما أردش حاجة إيه لها بلدة بتقوله خلاص امشي يا عزيز ما نضيعش باقي الكرامة اللي فضلة بيننا بيقولها خلاص خليك كده زي البيت الوقف شوف مين اللي هيعبرك شوف مين اللي هيصرف عليك بعد كده وبيسيبها وبيمشي ولا كانت واخد فلاشة من شريف وبتدهله وبتقوله مش لمامي أفي مصلحة تعرفني قال لها مصلحة إيه قالت له ورق الإفراج الجمركي اللي على فلاشة ده إيه قال لها كنت بخلص شغلان أروحات صاحبي قالت له لأ نسمعنا أصبايا ولو عزيز بيعرف مش هيسكت قال لها عزيز مش هيعرف حاجة علشان لا أنا ولا أنت هنقول سيف بيتكلم مع عمراته علشان خاطر السفر للهنيمو لكن بتقوله في الظروف اللي احنا فيها دي ما ينفعش وبتطلب أن هي تروح لمامتها وبتقوله يريد تغطأ عجازتك وترجع للشغل اللي أجازة خلاص ما بقاش لها لازمة بيقولها في الظروف دي هتروح لمامتك احنا مفوت شهر العساء قالت له أنا عايز أشوفها قال له خلاص حوصلك اللطفي بيتكلم مع عزيز وبيقوله عملت إيه مع مرفة مراتك قال له ولا إيه منشفة مغها وعايزة تطلق قال له أنت كمان بتعملها كأنك بتعمل واحد صاحبك مش كده قال له أنه زهق جدا وبيقوله طب هتعمل إيه قال له خلاص عملت واضح أن عزيز عامل خطة علشان خاطر يطفش مرفة هنعرف بعد كده أنه هو بيقطع عليها الميا والنور لأن فعلا جات الشغالة وقالت للمرفة أن الميا قطعت وأنها مش عارفة تخسل الموعين أما عزيز فبيتخانق مع كريم علشان في ورقة العربية ضايع بالنسبة الفيروس ويسيف بروحوا للمرفة بتقول لهم ليه ما سفرتوش عشان تقضوا شهر العسل سيف بيقول أن هم كده كده إن شاء الله حيبقى يسفروا وبيقوم بيعمل القهوة وساعتها فيروس بتقول لي ما ميتها ما تزعليش من إخواتي وإنت عندك حق بابا يستاهل قالت لها عب كده تقابوكي قالت لها طب ما تيجي نحاول تاني لكن مرفة مصرع الطلب فيروس ويسيف راحوا للسينما وهناك بتقابل وليد وطبعا بتصدم وليد بيقول إن هما كانت اتنين كانوا شغالين مع بعض في المسرح وبيمثلوا قدام بعض وكانوا لايقين جدا على بعض وطبعا وليد كان بيقول كده علشان خاطر يغيص سيف سيف اللي فعلا بدأ يتدايق بعد اللي سمعه من وليد وكمان لما قال إن الحتة دي أو المكان ده منيجي فيه دايما أنا وفيروس زمان يتدايق سيف ومشي فيروس بعد ما متروح بتقول لي سيف إن هي هتفاجئة موجود وليد زيه بالزبط وإن المكان ده كانت بتروح مع أصحابها في زمان وإنها ما كانتش تعرف أصلا إن والد يناك صارة بترائب جزها خالد وبتشوفه معه ولا وبتصورهم فيديو أما بالنسبة البنت سمر فبتقول لي ممتها حنروح البيت الجديد إمتى ولما ستها أم عبدالله قالت لها ليه قالت لها علشان تنام وتشخرب راحتك في البيت وبيرجع عبدالله ميتدايق جدا وبيتكلم مع أمراضه سمر وبيقول لها إن هو ترفض لأنه محققش التارجت بقاله أربع شهور وتحاول تطمنه وتقوله أكلم لك بابا قالها لا كله إيه لأبوكي صارة مصدومة جدا في خالد أما بالنسبة لشريف فخلص أوراق العربية وإداها لعزيز وقال له ده بتفكرني بي وأنا صغير كنت دايما كده نشيط بعد اللي حصل وطبعا الكل بدأ يضايق على مرفض في موضوع الفلوس أخوها وجوزها واختها علشان كده راحت علشان ترجع المحل القديم اللي كانت فتحها للورد زمان بس طبعا كان وحش جدا فحتصلحه بتبيع فيه ورد زي زمان زياد بيكلم المشموعاندس اللي بيخلص له الشقة وبيقول له إنه ده قهرت نستنى ونأجل بيقول له لأ مفيش تأجيل وبروح يكلم هده وبيقول لها إيه اللي خلالك تعملي كده قالت أنت اللي قلت فيه مشاكل عندك ولازم نأجل لكن بيقول لها ما تصرفش تاني من وحدك صارة بتقابل شريف وبتوري السكرين شوت والفيديو اللي كانت وغداهم لجوزها خالد والولاء خطبة شريف وطبعا أول معارف كان حيتجن لكنها بفضل اتهدي فيه وتقول له اتجوزوا وخليها تبحث عنه لكن بيقول لها أنا حواريهم أيام سوداء ولازم أعرفها أن أنا عرفت وبيمشي وهو غطبان جدا زياد بيطلب من عزيز أبوه فلوس علشان خاطر يخلص موضوع الشقة لكن بيقول عايز نستدحك علينا يعني أنا أمك داخلنا على طلاق وانت بتطلب فلوس وبيرفض يطيلي فلوس علشان يتكمل جوازه عزيز بيقول لابن انت مش بتفكر غير في نفسك وبس قال له يعني بعد كل اللي بيحصل ده عايز تصغرني قدام خاطبتي وأهلها بالنسبة لمرفت الكهربة بتقطع عليها والشغالة بتقول لها مش هتفضل معاها عايزة تروح لوزها أولادها وبتقول لها ايه الندلة دي طب عطيلي شمعة قارت لها حاضر أما بالنسبة العزيز قرر ان هو يفتح مذكرات مرفت ويقرى فيها وبيقرى فعنا انه كان مزاعلها في يوم وانها كانت تعبانة وهو محسش بيها لكن ساب المذكرة وراح ينام وما حاسش أصلا أما بالنسبة لزياد بيروح لمامته بتقول له انت عارفت ان الكهربة قطعة فكرت انك عارف علشان كده جاي تقعد معايا قال لها لا ما عرفش وأنا جاي عشان أتكلم معاك ويقول لك بلاش بقى الشغل اللي انت بتعمله ده هاتي يدومك ورجع معايا قارت له لا مش راجعة قال لها لا انت كبرتي بقى وخرفتي أنا أبويا مش بيرضع يديني فلوس علشان أكمل جوازي وكل السبب فيه انتي طبعا بتديره بالقلم وبتقول له اطلع برا ومشفكش هنا تاني وبتخلص الحلقة على كده ده كملخص الحلقة